خلاص اخوة يوسف في الوقت الحالي في القصة اللي احنا نتكلم فيها بقوا في وضع حرك جدا سيدنا يوسف عليه السلام قرر خلاص انه مش هيديهم اخوهم بن يمين مرة تانية ودي طبعا كانت كارثة بالنسبة لهم هيعملوا ايه مع ابوهم يعقوب وهو نفسه اللي حذرهم من ضياع بن يمين قبل ما يخرجوا به اصلا على ارض مصر كده هيكونوا قداموا الاخوة المهملين اللي ضيعوا في اخوهم يوسف وكمان بيضيعوا اخوهم بن يمين وبيكونوا كده بيحرموا يعقوب عليه السلام من ابنائه الاثنين يقول المولى سبحانه وتعالى وبيوصف لنا الحوار اللي دار بين اخوتينا يوسف لما خلاص استيأسوا من ان يوسف عليه السلام هيديهم اخوهم فبقوا بيكلموا بعض بقى بينهم وبين بعض عملين يتكلموا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين بيقول بقى الاخواته انتوا فاهمين الموقف اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي ايه احنا قبل كده فرطنا في يوسف اخونا بمزاجنا ودلوقتي احنا مش قادرين على العزيز ده فبالتالي هنفرط كمان في اخونا بين يمين هنقابل ابونا ازاي واحنا بربطة المعلم كده ضيعنا اتنين من اخوتنا باي عين وباي قلب هنقابل ابونا هو خلاص بقى ضغميره صحي دلوقتي وقرر بقى كبيرهم اللي هو يعني كان اخوهم الكبير واخو يوسف الكبير انه مش هيسيب مصر الا في حالتين الحالة الاولى ان ابوه يغفر ليه انه ضيع اخوه بن يمين ويأذن لي انه هو يرجع مرة تانية او ان الملك اللي هو العزيز يوسف عليه السلام يسيب معاه بن يمين ويخليه يرجع معاه ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابانك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين يلا ارجعوا انتوا لابوكم وقولولوا اللي حصل ان الملك قال ان انتوا حرمية فبدأ يدور في البعير بتاع كل واحد لحد ما لقى الصواع بتاع الملك كان موجود في الرحل بتاع بن يمين والنكو صادقين مش كذبين في اللي هتقولوه طيب لو كذبكم هتقولولوا ايه واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها وانا لصادقون حتى لو مش مصدقنا ارجع واسأل القافلة اللي كنا فيها لان الكل كان شاهد على اللي حصل واللي حصل ده بقى مشهور في بر مصر ان اخونا سارق وان الملك استحوذ عليه فلما بيحكوا بقى الكلام ده ليعقوب عليه السلام بيكون ردوا عليهم ايه قال بل سولت لكم انفسكم امره فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم رجعوا خلاص ليعقوب عليه السلام ملاقاش معهم بن يمين وبيقولوله كمان ان بن يمين ده حرامي هو طبعا ما كانش مصدقهم نهائيا لان دي مش من اخلاق ولا من شيئا بن يمين بيدعي هنا بقى يعقوب عليه السلام وبيبتهد للمولى عز وجل ان ربنا يرد عليه اولاده التلاتة لان دلوقتي يوسف عليه السلام ضاع وهو واثق وعنده يقين انه هو الاستحي وبن يمين كمان ضاع وابنه الكبير كمان ضاع والمين يعقوب عليه السلام هيدعي غير لربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل هو الاعلم بحاله واللي هو بيعنيه من فراقه لأولاده التلاتة دلوقتي وبيقول في وسط الابتهال بتاعه وفي وسط الدعاء ده ان ربنا سبحانه وتعالى هو العالم واكيد ليه حكمة في الامر ده سبحان الله وسط كل الابتلاء اللي هو في ده من حالة الجوع والقحت وان اولاده يرمو اخوهم ومش قادر دلوقتي يصرف على احفاده ولا يأكلهم بسبب الجفاف اللي بيصيب المنطقة ما عندوش ذرة شك في ان في حكمة ورا كل اللي بيحصل ده وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بيسيبهم هنا يعقوب عليه السلام وحزنه على بن يمين فكروا بحزنه القديم والاساسي والازلي اللي عايش بيه طول الفترات اللي فاتت دي على يوسف عليه السلام وضيع يوسف وحزن يعقوب عليه السلام كان شديد جدا لدرجة انه من كتر البكاء على أولاده عينه بيضت من كتر الحزن فلما أولاده بقوا قاعدين وسامعين وبقوا وهو بيبكي وعمل بيندب يعني وبيدعي المولى سبحانه وتعالى قالوله كلام برضو عجيب جدا قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين بلموه انه كل شوية فاكر يوسف وكل شوية عمال يرجع ذكر يوسف عليه السلام وكل شوية يبكي عليه وكل شوية يحزن عليه وبيقولوله يعني انت هتفضل كل شوية على الحال ده جسمك خلاص ما بقاش فيه وعينك كمان وبصرك بيروح من كتر البكاء على يوسف وعلى أخوه بيقولوله يعني ارفق بنفسك شوية يوسف خلاص مش هيرجع مرة تانية قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بيقولهم أنا مش باشكي لحد فيكم إلا أنا فيه أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى أنا بكلم ربنا انتو ملكه هو اللي عنده الفرج والمخرج من اللي أنا فيه ده وبيقولهم كمان إن ربنا معلمني حاجات انتو مش عارفينها هو عنده يقين إنه هيجد يوسف عليه السلام عجلا أم عاجلا يابني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيقسوا من روح الله إنه لا ييقس من روح الله إلا القوم الكافرون بيقولهم هنا بقى انتو قاعدين ليه روحوا دوروا على أخواتكو روحوا رجعوا أخواتكو مرة تانية ورجعوا لي يوسف عليه السلام وما تيقسوش من كتر الشدة اللي انتو فيها دي لأن الفرج عند المولى سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي في إيده الفرج من اللي احنا فيه فادعوا ربنا سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله الوحيد اللي بيئس من رحمة الله سبحانه وتعالى كافر وبعدها بقى بيعرفنا المولى سبحانه وتعالى إيه اللي دار بين إخوة يوسف وبين يوسف عليه السلام مرة تانية والله أعلم هنا هم رحون بعد نصيحة عقوب عليه السلام إنه هم يتحسسوا من يوسف وأخيه ولا رحون في العام اللاحق في العام اللي بعد كده الله أعلم من الحال ده لكن الحدثة نفسها ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا في الكتاب فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بيقولوا للعزيز يوسف عليه السلام في الفترة دي إن إحنا وأهلنا والبلاد اللي إحنا فيها ممسوسة من الضر خلاص القحط والجفاف الرب يفتك بنا كلنا وكمان البضاعة اللي إحنا جيين لك بيها بضاعة ضعيفة المال اللي هما هيقايدوا به يوسف وبعض المفسرين قالوا له إن إحنا جيين يعني مش عارفين نوريك وشينا إزاي يعني ملناش رصيد عندك بعد ما أخونا سرقك وإن ليك الحقيقة في أن إنت ما تغفر لناش بس لو تسمح بقى يعني إحنا بنستسمحك إن إنت تدينا من الميرة الموجودة في مصر وتتكرم علينا وترد لنا أخونا هنا يوسف عليه السلام بقى بيرد عليهم رد محدش فيهم كان مستنيه ولا حد فيهم كان متوقعه ولا خطر في بال أي حد فيهم خالص قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون هنا هو بيقول لهم اسم يوسف بيقول لهم أنت عارفين أنت عملتوا إيه في يوسف قبل كده وبعد كده جايين تعملوا نفس الموضوع فاخو وفاكرين بها أنت عملتوا إيه فاخو فاخو يوسف الله طب هو ده كده العزيز عارفنا وعارف يوسف وعارف إن بن يمين ده أخو يوسف وعارف ده كله إزاي وهو أصلا كل يوم بيشوف زينا وأكتر من الناس والقوافل العملاء تيجي على مصر وتخرج من مصر شمعنا إحنا يعني اللي عارفنا بالشكل ده وعارف قصصنا بالشكل ده قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قادمن الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بيستغربوا هنا وبيقولوا له إيه ده هو أنت يوسف هنا بقى بتتكشف قدامه من الحقائق يوسف عليه السلام بيرد وبيقول نعم أنا يوسف وبني مين اللي انتوا سبتوه عندي أو اللي أنا منعته من الخروج هو أخي علشان بقى يأكد ليهم إنه عارف هو مين وإن ده مين وربنا سبحانه وتعالى هو اللي منع علينا إن احنا نشوف بعضنا مرة تانية وإن احنا نتلاقى مرة تانية وهو سبحانه وتعالى اللي لطف بينا لأننا وثقنا في المولى سبحانه وتعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين برضو هنا بيقولوله ما احنا برضو يعني كنا غيرانين ربنا سبحانه وتعالى فضلك علينا وأبونا كان بيفضلك علينا وده يعني لا يشفع إن احنا أخطأنا في حقك خطأ كبير جدا ودينا هو بين إيديك اعمل فينا اللي تشوفه ملائم ومفيش حد هيلومك على اللي انت هتعمله قال خلاص من النهار دا وطالع مفيش بيني وبينكم أي شيء ولا أي ضغينة وربنا يغفر ليكم اللي جاي كله بيدعلهم يوسف عليه السلام وبينصحهم بقى نصيحة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة ربنا سبحانه وتعالى أعلمه كمان إن أبوه أصيب بالعمى من كتر الحزن وقتوني بأهلكم أجمعين يروحوا بالقميص بتاع يوسف اللي فيه رحته عليه السلام وبيقولهم روحوا عندي يعقوب عليه السلام وحطوه على وجه يعقوب أول ما تشيلوا القميص دا هيرتد بصره ليه مرة تانية ودي طبعا من المعجزات اللي أجراها المولى سبحانه وتعالى على إيد يوسف عليه السلام وأمرهم إنهم لما ييجوا راجعين ليه بقى يجيبوا جميع الأهل كل بني إسرائيل ينزلوا على مصر البلد اللي فيها من الخيرات ما يكفي الجميع علشان كده هنتكلم في الحلقة الجاية عن لم الشمل وتحقيق الرؤية اللي شافها يوسف عليه السلام في بداية القصة كل دا هنتكلم عليه ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة فهنا طبعا نتأكد أنك عمل لايك وتشارك في القناة بفعل التنبيات عشان تجاه الحياة الجاية والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعملين على باتريون وضع فونك وفي بلدعمكم لابد خاني سامر طبعا في إنتاج وصناعة المحتوى شكرا لكل من المنتسبين على القناة اللي عمل وكان عن طريق زرار جوين الموجود جم بزرار سبسكرايب شكرا للناس اللي دعمتنا عن طريق المزيد تانكس الموجودة جم بزرار لايك وزرار ديس لايك شكرا لكل الناس اللي بتشاري المحتوى في كل مكان ونشوفك إن شاء الله في حلقتين قادمة سلام عليكم شكرا للمشاهدة